صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 112 لتنة 2021 بتشكيل المجلس الوطني للفنون جاء فيه يشكل المجلس الوطني للفنون برئاسة معالي الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة وعضوية كل من سمو الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة نائبا للرئيس الشيخ ضوى بن خالد بن عبدالله آل خليفة السيدة بلقيس أحمد فخرو السيد عمر إسماعيل راشد السيدة هيفاء ماجد الجشي السيد عباس محمد الموسوي وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة